عمله في اختصاص جراحة الأسنان لم يمنحه من مزاورة ما توارثه عن الأجدد كحال بن أيسى ابن منطقة زمورة بغلزان وبعد رسمه لخارطة طريق تمكن من وضع اللبنة الأولى لمشروعه رفقة ابنه أسامة في ميدان الفلاحة المدمجة مع تربية المائية أنا ابن فلاح ومن صغري هو الفلاح يعني حتى جاءت لي الفرصة اشتريت الأرض وغرست فيها أشجار رمان ومن بعد جاءتني فكرة لإدماجها مع تربية المائية بما فيه فوائد للزراعة لأن الزراعة يعني الموديل تطلب الأسمدة ولكن بإدماج تربية المائية يعني أنا اكتفيت وحبست تقريبا نهائيا يعني زراعة الأسمدة الواحد كما قال لك اختار هذا المجال يتعلم ويزيد يعرف ومعن طوال واحد يتقوت باعتبار طالب جامعي رانا هنا في هذه المزرعة السماكية الموجودة في زمورة نزاوي النشاط التعناو تكوين التعناو المبرمج من طرف جامعا وعملا على تسييد الأهداف التي أنشأت من أجل هذه المشاريع تعمل مصالح الصيد البحر بغلزان على وضع استراتيجية تمثلت في المرافقة والتكوين مديرية من سنة 2016 اللي بدينا بتكوين الفلاحين كوننا حوالي 150 فلاح هذا السنة حصينا حوالي 30 فلاح عنا في المديرية نقوم بمرافقتها مثل هذه المشاريع وتقديم لهم يد المساعدة كذلك نقوم بتوجيههم لأجهزة الدعم لأجل توسعة المشاريع مشاريع كهاته من شأنها تحقيق الوفرة في الثروة السمكية والترشيد من استعمال الأسمدة بالمنتوجة الفلاحية